شايفكي يلي عمالة ترمي في قشر اللمون قلبك طوعك ازاي ده كنز عارفة ايش اللمون اللي انت بترميه ده من نهاردة ومش هترميه تاني ابدا ده كنز ومش اي كنز ده احنا هنعمل بي حتة فكرة صلوا على رسول الله لو اول مرة تشوفوني انا مامة سولة اسراء فاتح سكتشن يلا بسرعة كلكم شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا مش عايزة حد يرميه تاني خالص لانه بجد كنز يلا بينا نشوف هنعمل ايه اول حاجة هاجيب طبق كبير زي ده وهاجيب معلقة من كون فلاور اللي هي النشا واحطها في الطبق بالشكل ده بعد كده هضيف ليهم حاجة بسيطة جدا من اي بودر معطر عندك بتستخدمي الجسمك مش كتير هضيف خلي التفاح بالشكل ده حضيف مية ورد شوية حلوية كده الباكينج بودر وهتحط يجي معلقة كده هيحصل فوران هتقلبي على طول بص شكل فوران هتقلبي هنقلب كده بسرعة بص بص الشكل عامل ازاي ومحدش يسألني عن الطبق اللي بفوق ده علشان انا مش عارفها نشيله وهيتحول معاك الحاجة تقيلة بالشكل ده هات يا قلبي ايش لللمون اللي انت بترميه واقعي ترميه تاني من نهارده فتيه كده في الطبق فتيه ثلاثة فتيه اربعة كل ما تعصر اللي مونه حتيها بالشكل ده كل يوم هتصح من النوم تغدي اللي مونه كده من اللي انت حطهم في الطبق على فكرة ينفع للشباب كمان وتعملي كده بدعك بضمير لمدة خمس دقائق بعد كده اخسلي والشكة بس كده يا قلبي جربيها كل يوم مرة او مرة كل ما تحب ان انت تعمليها تفتح فوري ازالة التجعيد ازالة التصبغات هيفتح لك كل المناطق اللي في جسمك بلاستيسنة يعني هتلاقي وشك كده منور بالنسبة للبنات يقدروا كمان يستخدموها لأي منطقة غمقه في جسمهم بجدة احفا وجبارة جربوها هتعجبكم جدا اشتركوا في القناة